موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناتي الرافدين نرصد فيه أبز ما كتبت الصحف العربية والعالمية والعراقية ولكن بعد الفاصل البداية من مقال نشرته وكالة شفق النيوز بعنوان الخوف من ارتفاع جديد للأسعار في رمضان والسلال الغذائية لم تصل حتى الآن للكاتب صادق الأزرق يقول فيه إن الأسواق العراقية بدت مع دخول شهر رمضان الكريم ممتلئة بالبضائع خاصة الموارد الغذائية الأساسية في حين ظهرت حركة المتبضعين ضعيفة على خلاف السنوات الماضية بسبب الأسعار المرتفعة ويأمل الكثيرون أن توفر الحكومة سلالا غذائية بتزامن مع الشهر المبارك مشيرين إلى أن أكثر ما يستهلكه العراقيون في شهر رمضان من مواد غذائية هو الرز والزيت والسكر والطحين واللحوم والحمراء والبيضاء وهي مواد أساسية لتحضير المائدات الرمضانية وهناك تخوف من ارتفاع أسعارها في رمضان رغم وعود الحكومة بتوزيع سلة غذائية خاصة برمضان غير أن ذلك يسير بتلكء حتى الآن لحسب قول كثير من الناس يقول أحد سكان بغداد لقد اعتدنا غلاء الأسعار مع حلول الشهر الفضيل من كل عام مطالباً الحكومة الوفاء بوعودها التي أطلقتها قبل مدة لدعم الأسعار وتوزيع السلتين غذائيتين ضمن الحصة التموينية قبل أن تتفاقم الأزمة بحسب تعبيرها وتوقع تاجير جملة متخصص في بيع المواد الغذائية واللحوم ارتفاعاً جديداً في أسعار المواد الغذائية والسبب أن وزارة الزراعة تتأخر في إصدار إجازات الاستيراد للتجار برغم أن مجلس الوزراء أقر بضرورة الإسراع باستيراد المواد الغذائية الأساسية بحسب قولها ويرى مراقبون أن جشع التجار والتلاعب بالأسعار محمي من جهات متنفذة لا تنفع معها رقابة وهي جهات نفسها التي تتحكم بسوق الدولار التي تستغل المواسم لرفع الأسعار واحتكار استيراد المواد وتوزيعها بحسب قولهم ومن صحيفة طريق الشعب نقرأ تقريراً بعنوان المستشفيات الحكومية تعاني نقصاً في الكوادر والإرهاق يسبب أخطاء طبية تواجه معظم المؤسسات الصحية الحكومية في العراق حرجاً في ظل عدم توفر طباء متخصصين في أقسام الطوارئ وفقاً لشهادات مراجعين وكوادر طبية ومهنية وهناك مشاكل جوهرية واضحة في البنية التحتية وفي التمويل إضافة إلى نقص الكوادر المتخصصة مما يؤدي إلى عدم قدرة المؤسسات الصحية الحكومية على تقديم رعاية اللازمة للمرضى النقص الكبير في عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان يقود إلى تحميل الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية ضغطاً كبيراً كما أن ذلك يؤثر حتماً على جودة الخدمات المقدمة للمراجعين وبالتالي أفرز هذا الخلل عداماً للثقة من قبل المواطنين بالمشافي الحكومية ويعلل المتحدث قلة عدد الأطباء بالعراق بجملة أسباب منها الهجرة الطبية إلى الخارج نتيجة للوضع الأمني والعنف المجتمعي مشيراً إلى أن قرابة ثمانية آلاف طبيب هاجروا من العراق قبل العام 2011 الأمر الذي أربك مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين في المستشفيات الحكومية ويضيف مصدر آخر أن أغلب الأطباء في الوقت الحالي لا يستمرون في الوظيفة الحكومية بل يتحولون للقطاع الخاص ويلجأون لفتح عيادة خاصة أو العمل في مركز طبي أهلي نتيجة للمشاكل المحتملة في القطاع الحكومي وقلة الدعم والراتب عن شهر رمضان المبارك وضبط النفس كتبت ودع الياسين مقالاً في مجلة الجاردينيا العراقية تقول فيه شهر رمضان له مكانة خاصة عند المسلمين فهو شهر الصوم وأحد أركان الإسلام حيث يمتنع المسلمون في أيامه عن الطعام والشراب وعن مجموعة من المحظورات التي تبطيل الصوم من الفجر وحتى غروب الشمس يتفرغون للعبادة والتقرب إلى الله فتضيف الكاتبة شهر رمضان منحة إلهية تعزز القيم الإنسانية وهو علاج لأي سلوك غير سوي من خلال إعادة التوجه في تفكير الفرد للانفعالات في السلوك الإنساني حيث يمكن التعديل إذا رغب في التغيير لأن القوة الروحية الإيمانية دافع قوي تمنح الفرد التغير نحو نفس أكثر نضوجاً من خلال الضبط وكسر العادات غير السوية يمثل هذا الشهر المبارك فرصة لعلاج أي سلوك غير مقبول والإقلاع عنه مثل العادات السيئة، الإفراط في الطعام والإنترنت، والتدخين والإدمان وغيرها وإن تجنب الفرد السلوك السيئة خلال اليوم الواحد ذلك دليل على القدرة للانطلاق بخطوات جديدة لتعديل السلوك من خلال ضبط النفس ومن ثم تصبح عادة صحية بعد التقييم من خلال المقارنة وأن الامتناع عن الطعام والشراب والبعد عن الشهوات يقوّل عزيمة والإرادة لدى الفرد ويساعد على التحكم في الذات وأحداث التوازن بين حاجة الجسد وحاجة النفس وهو دافع مهم وضروري لبناء وتنمية الشخصية السوية والشعور بالرضا وتقبل الذات وتطويرها ومعرفة نطاق القوة والضعف إن الشعور بالطمأنينة والسكينة من خلال العبادات تساعد الفرد في التخلص من المشاعر السلبية مثل القلق والتوتر والاكتئاب والخوف والغضب وغيرها كما أثبتت بعض الدراسات في مجال الصحة النفسية أن الأشخاص الذين يتمتعون بشخصية متزنة ولديهم واعظ ديني ويلتزمون بأداء العبادات أقل عرضة للإصابة بالضطرابات النفسية وأكثر تحسنا واستجابة للعلاج عند الإصابة بأي مرض ومن صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالا بعنوان الميناء المؤقت رأس جسر لما بعده للكاتب نبيل عمر يقول فيه إن الميناء المؤقت هو شكل من أشكال الحضور الأمريكي في سيناريوهات ما بعد الحرب ويضيف الكاتب أن عملية إدخال المساعدات إلى غزة اتخذت شكل فيلم هولي وودي بدأ كما لو أنه مشتق من مشاهد الأفلام التي أمتجت عن الحرب العالمية الثانية منذ بداية الحرب والعالم يهتم بإدخال المساعدات الإغاثية أكثر من اهتمامه بوقف الحرب وكان هذا بمثابة اختبار ميداني للقدرات أظهر على مدى أشهر طويلة عجزا مطبقا في أمر إدخال ما دون الحد الأدنى من المستلزمات الحياتية لمليونين ونصف مليون آدمية فرض على كل واحد منهم أن يقضي نحبه أو أن ينتظره إنه السيف أو بوسائل أخرى وكأن القول الشائع من لم يمت بالسيف مات بغيره قيل عن هذه الحرب أمريكا التي ظهرت في هذه الحكاية بالذات كأصغر دولة في العالم ترغب في إيصال مساعدات ولم تستطع وبعد أن وصلت اللعبة مع إسرائيل حد استحالة زيادة المسموح به ولو بشاحنة واحدة قررت معالجة الأمر من البحر ولكن بما لا يزعج إسرائيل ما دامت كل الصناديق تخضع لتفتيش منها وما دامت الثغرة البحرية التي فتحت في الجدار المغلق تنسجم مع ما كانت تطرحه إسرائيل قبل هذه الحرب لا يوجد في السياسات والإستراتيجيات عمل إنساني أو خيري فهذه مصطلحات تصلح لأن تكون أغلفة لبرامج وأجندات تنطلق من الاعتبارات والحسابات المجردة كما تصلح للتسويق في المنابر والمحافل دون أن يكون لها أي مخزن يتعد ذلك أمريكا التي تتحدث عما بعد الحرب أكثر مما تتحدث عن الحرب ذاتها ليست بحاجة إلى إرسال قوات لغزة فالجنود الإسرائيليون أو مزدوجوها الجنسية يكفون ويزيدون ورؤوس الجسور الأمريكية المنتشرة في جميع جغرافيات الشرق الأوسط تحتاج إلى استكمال ضروري وهذه المرة في غزة نسمي ذلك احتلالا أو عدوانا أو مؤامرة فكل التسميات جائزة وجوهرها واحد النفوذ كيف يواجه ذلك؟ هذا هو السؤال والجواب بيد حملة السلاح وليس بيد حملة الأقلام وإلى موقع عربي 21 حيث نقرأ فيه مقالا للكاتب أحمد موفق زيدان بعنوان العسكر والسياسة في باكستان على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة يقول الكاتب شكلت انتهاباته الثامن من فبراير شباط في باكستان الصدمة الأهم ليس للأحزاب المعارضة وإنما للعسكر الذين كانوا يراهنون على فوز أكبر لنواز شريف الذي رعته المؤسسة العسكرية منذ أيام ضياء الحق في عام 1977 ولكن الرهانة الأخيرة على شريف لم يكن في محله على ما يبدو بعد أن تقدم عمران خان الأحزاب الرئيسة في الفوز بعدد أكبر من مقاعد البرلمان هذا الظهور القوي لعمران خان رغم التهم التي يدين بها والمسجون حاليا شكلت صدمة حقيقية للعسكر قبل غيرهم من القوى السياسية وهنا يتساءل البعض عن سر هذه العودة القوية والسريعة لخام فيعزوها البعض إلى موقفه الشرس والمتشدد ضد العسكر وتحديهم له وهو ما يعجب جيل الشباب كرة التفويض الشعبي الذي ألقاها الناخب الباكستاني في شباك الأحزاب السياسية اليوم رهن السياسيين وما إذا كانوا سيحسنون التعاطية مع الحدث السياسي فيتعاونون مع بعضهم ويقطعوا الطريق على العسكر الذين لطالما تدخلوا في السياسة من الشقوق والصدوع التي تظهر في جدار السياسة الباكستانية وتجلياتها المتمثلة في الأحزاب الأول والأخير من تدخل العسكر في السياسة الباكستانية هم الساسة أنفسهم فإما أن يتفقوا على قواعد لعبة سياسية خاصة بهم ويلتزم بها بحيث تعصم البلاد من تدخل العسكر وإما سيتحملون أي تدخل عسكري في الشأن السياسي الباكستاني فالناخب الباكستاني اليوم سيحملهم المسؤولية لسيما بعد تحدي عمران خان هذه المؤسسة وحينها سيحمل الناخب الباكستاني مسؤولية تدخل العسكر للسياسيين أنفسهم الذين لم يحافظوا على تفوضه الانتخابي بعد أن عجزوا بعقود في الخروج بصيغة تعاون وتنسيق فيما بينه والآن مشاهدين إلى الرسوم الكاريكاتيرجا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صيفي وبرد الشتاء اخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم وبلدهم يطفو على بحر من الأفطى تصارع أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم يواجه الطفل فادي الزنط البالغ من العمر ستة أعوام خطر الموت نتيجة نقص حاد في التغذية ونقص في العلاج الخاص به ويعاني فادي من أحد أمراض الجهاز التنفسي النادرة ويرقد في مستشفى كمال عدوان الشمال قطع غزة وتحول جسد فادي إلى جلد وعظم كما يقال نتيجة الجوع وانعدام المواد الغذائية بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه جيش الاحتلال وناشدت والدته لمساعدتها بإنقاذ ابنها من الموت حيث فقدت طفلين سابقا بسبب نفس المرض وأعلنت وزارة الصحف قطع غزة يوم السبت ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 بعد وفاة فلسطينيتين إحداهما رضيعة وقالت الوزارة في بيان لها إن طفلة تبلغ من العمر شهرين توفيت في مستشفى كمال عدوان شمال غزة وأخرى تبلغ من العمر عشرين عاما توفيت في مجمع الشفاء الطبي النتيجة سوء التغذية والجفاف والآن نتابع معكم مشاهدين فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف إذا استطعنا أن نوفر وجبة إفطار فإننا لن نستطيع توفير وجبة الصحور أو العكس هذا في حال أننا نقول عن الوجبة المتواضعة وليس الوجبة الكاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيف بدي يكون رمضان جاي علينا وإحنا في أوضاع سيئة جدا 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 أنا مش فهم الناس كيف تتصون أنا فيش أكل حتى أكل في الشي والوضع هنا يعني أنت شايف كيف كل ناس بتدور على حالها ومش لاجي تضب حالها حتى لا لاجي أكل ولا لاجي مي ولا لاجي شروب وبطردونها من منطقة لمنطقة هل هذه الأصناف تكفي لغاية 2 ملون مواطن وإن كانت هذه عينة إلا أن الحقيقة المرة تقول بأننا يعني نحاول جاهدين الوصول إلى كل بيت فلسطيني بالجزء اليسير جدا كهدية رمضانية يستطيع من خلالها التخفيف من معاناته حتى يعني يطرد خوف الأطفال من استقبال هذا الشهر الفضيل ترجمة نانسي قنقر طبعاً تقليل أونوروة 50% من مساعدات تقلصت هذا كلام صحيح لكن الأصل في الموضوع بأنه المساعدات في الأصل قبل التقليص هي أساساً لا تكفي 20% من حاجة الناس الأساسية تمام من حجم الكل لا التعداد العام لسكان قطاع غزة والذي يفوق عن 2 مليون مواطن ترجمة نانسي قنقر بهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوة أهدنتم بخير مشاهدين إلى اللقاء